أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للسيد دارين تانج مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو وفي اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي بأن تهدف استراتيجية التعليم العالي إلى تعزيز دور الجامعات في بلوغ غايات الدولة وأهدافها الوطنية واطلع الرئيس على مشروعات وزارة التعليم العالي الحالية والمستقبلية وكذلك على الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مقر للمبعثين والدارسين المصريين بالعاصمة الفرنسية باريس استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد دارين تانج مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية وذلك في ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمي هم ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية حيث تدعم مصر في هذا الإطار أوجه التعاون مع المنظمة في مختلف مجالات عملها خاصة البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم رواد الأعمال والمبتكرين حيث تم من هذا المنطلق إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر من جانبه أعرب السيد تانج عن تشارفه بلقاء السيد الرئيس مثمنا جهود مصر في التعاون مع الوايبو لدعم الملكية الفكرية وبناء القدرات إلى جانب مساندة جهود التنمية وإتاحة فرص عمل لشباب المبتكرين وهو ما تجسد في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي شارك في إطلاقها في مصر وذلك تحت مظلة رؤية مصر التنموية 2030 وهو ما يجعل من مصر نموذجا ملهما يحتذا به في سائر منطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى قيادة السيد الرئيس للبلاد نحو إنجازات تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات وبناء الدولة الحديثة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقد وجه السيد الرئيس بأن تهدف استراتيجية التعليم العالي إلى تعزيز دور الجامعات في بلوغ غايات الدولة وأهدافها الوطنية المنشودة خاصة ما يتعلق بالتنمية وبترسيخ دراسة العلوم الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعية والبيانات والبرمجيات وتكنولوجيا الشمول المالي موجها سيادته بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لتحقيق رؤية الدولة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية العريقة وقد عرض الدكتور أيمن عشور في هذا الإطار موقف مشروعات وزارة التعليم العالي ذات الأولوية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 خاصة ما يتعلق بجاهزية سلسلة الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية على مستوى مختلف المحافظات وكذلك الجامعات التكنولوجية كما استعرض السيد وزير التعليم العالي رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي والتي ترتكز على صياغة برامج تعليمية حديثة تستند إلى عدد من المبادئ أهمها التخصصات المتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والإبداع مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية ودراسة تأثير البعد الاقتصادي وفرص العمال المرتبطة بكل إقليم فضلاً عن التطقيق في التوزيع الديمغرافي الحالي والمستقبلي للطلاب وتأثيره على توزيع وأعداد المؤسسات التعليمية ودراسة البرامج الأكاديمية المطلوبة لخدمة الأنشطة الاقتصادية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير التعليم العالي عرض أيضاً جهود دعم الجامعات الأهلية المتميزة في مجال البحث العلمي التطبيقي في المجتمع وذلك عن طريق عدة مجالات كالذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والمواد الصديقة للبيئة والاستخدام الأمثل للطاقة والزراعة الذكية كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مقر للمبعوثين والدارسين المصريين بيت مصر بالعاصمة الفرنسية باريس والذي من المنتظر أن يتم الانتهاء منه خلال العام القادم فضلاً عن آخر الاستعدادات لاستضافة مصر لأسبوع الفرنكفونية نهاية شهر أكتوبر القادم وذلك بحضور لفيف من وزراء التعليم العالي بالعديد من الدول المتحدثة بالفرنسية والذي سيشهد استعراض الخطة المستقبلية لتطوير التعليم العالي باللغة الفرنسية في مصر بالتعاون مع المنظمة الفرنكفونية ترجمة نانسي قنقر